خالص رئيسة وزراء كل من الجزائر وفرنسا إلى التأكيد على تطابق وجهات النظر حول معظم القضايا التي تهم الطرفين والدعايا أن شراكتهما تعد نموذجية ومبنية على الصراحة لقد بدأ سلال وفالس على نفس الموجة ونبرة التفاؤل بمستقبل العلاقات بين البلدين رغم اختلاف مواقف الحكومتين في معظم القضايا التي تهم البلدين السياسية منها والاقتصادية مؤشرات التأزيم التي طفت على السطح بين البلدين وبعض التقارير المختصة التي تؤكد عكس ما يصرح به المسؤولون وتكشف عن حقائق أخرى مغايرة لما يتغنى به المسؤولون في الجزائر على الأقل لم تغير من نغمة الخطاب ولم تؤثر على التصريحات حتى بدأ الطرفان حسب بعض المختصين أنهما ينافقان بعضهما البعض يعرف المتتبعون للشأن الدولي أن مواقف الجزائر وفرنسا المعلنة على الأقل لا تتقاطع في أي عامل مشترك حتى لا نقول متناقض تناقضا تاما سواء في سوريا أو ليبيا أو مالي اقتصاديا معكس التفاؤل السائد في الجزائر باستثمارات فرنسية مربحة يذهب تقرير رسمي فرنسي صادر عن مديرية الخزينة الفرنسية في فيفر الماضي إلى التأكيد بأن المؤسسات الفرنسية لا تستثمر في الجزائر منذ عام 2012 بل إن عام 2013 لم يسجل فيه أي استثمار حتى أن التقرير أسماه بعام لا استثمار فقد تراجعت الاستثمارات في هذه الفترة إلى 600 ألف يورو فقط مقابل 250 مليون يورو في الفترة ما بين 2008 و2012 وحتى وإن بدأت طرفان منتشيان بالعدد الهائل من الاتفاقات المبرمة بين الطرفين والمقدرة بـ 26 اتفاقية فإن حديث السياسيين والمحللين والإعلاميين إن صب حول إلغاء اتفاقية إقامة مصنع بيجو سيتروان بالجزائر حدث استقطب الاهتمام أكثر بكثير من الاتفاقيات المنجزة وتحول التهليل الإعلامي إلى الحديث عن اتفاق مع الشريك الألماني يقضي بفتح مصنع لشركة فولزفاغن العملاقة في الجزائر كبديل فعال ومتميز للشراكة مع شركات فرنسية تقطر للجزائر تقطيرا لتغرف من خزينتها كما حدث مع مصنع رونو اليتيم المقتصر على تركيب سيارات سيمبول فقط وبشروط مجحفة للطرف الجزائري وامتيازات كبيرة لصالح الشريك الفرنسي أوراق فانما كشفت هي الأخرى واحدة من أكبر العورات التي تطبع العلاقات بين البلدين وتؤكدها شاشاتها السياسية وتبعية الجزائر وإذ عانها على ضوء الاستعداد الجزائري المعلن للتنازل لصالح فرنسا مهما كان الوقع شديدا على السلطة الجزائرية فقد بدى رئيس الوزراء الجزائري مترددا متحرجا ضعيف الحج في رده على احتجاج وسؤال لصحفيين فرنسي حول رفض تأشيرة الدخول لبعض الصحفيين الفرنسيين رغم أن هذه الحادثة تكاد تكون الوحيدة التي تمتلك فيها الجزائر حجة مقنعة إلى حد ما لأنها تتعلق بقضية قذف غير أخلاقي وخطأ مهني كبير اعترفت جريدة لوموند باقترافه لكن عقدة الشعور بالنقص أمام فرنسا أخرست لسان سلال بالمقابل لم يتوانى رئيس الوزراء الفرنسي أن يعبر مجددا عن أسفه الشديد ولم يجامل مضيفه في الندوة الصحفية التي أبدى فيها قلة احترام لاحظها المتتبعون عن طريق عدم اكتراثه بما يقول سلال وإطلاق إشارات ووشوشات بين الفينة والأخرى وتحركات جمعت بين الصبيانية واللمبلات في موقف يتطلب الانضباط الدبلوماسي لأن كل حركة فيه هي تحت أعين الصحفيين ومراقبتهم تخضع لكل القراءات ولم يعرف ما إذا كانت تلك الحركات والهمزات واللمزات مقصودة من فالس أو تنم عن سوء تقدير للموقف وشعور بالراحة في وسط حميمي رفع عنه الحرج نتائج الاجتماع الثالث للجنة المشتركة الجزائرية الفرنسية والتي توصف برفيعة المستوى وحسب الخبراء كانت مخيبة لآمال المتفائلين بالتماهي مع فرنسا والاندماج في اقتصادها وبعدها الثقافي مما يسمون بحزب فرنسا ولم ترفع مستوى النقاش ومستوى الصدق والصراحة كما ظل يؤكد عليه فالس وكما كان يأمل المتحمسون لسياسة الرئيس بوتفليق الحريسة على علاقات جيدة مع فرنسا ولم ترفع مستوى الشراكة حسب الاقتصاديين كما ظل يدعو إليه أصحاب المال والأعمال الجدد في الجزائر ويبشرون به ذلك لأن فرنسا كما يرى بعض السياسيين تنظر إلى الأشياء بمنظار المصلحة الوطنية السياسية والثقافية والاقتصادية بينما يقدر القابضون بزمام الحكم الموقف في الجزائر بمنطق المغلوب والاستقواء بالغالب